اشتركوا في القناة في كتابه الجديد وهو رؤيته وفكرة وخلاصة تجربته الثرية نناقش هذا الكتاب في فقرة الملتقى اليوم مع دكتورة مريم أحمد الفلاسي باحثة في علم الاجتماع رحب فيك دكتورة مرحبا مساء الخير أخي عبد الله مساء الخير خطريم مساء الخير مشاهديننا الكرام الله حمد ونستهل اللقاء إن شاء الله أكيد طبعا ياهلا ومرحبا أكيد ومنورا معانا دكتورة مريم كان هذا ثاني لقاء أنا أتمنى أن ما ينقطع بين الرحمن الوصل بين الرحمن أكيد إن شاء الله دكتورة يمكن مثل ما يقولون الكتاب يبان من عنوانه نعم يعني يبان تأملات في السعادة والإيجابية ممنح أنت بحثة في علم الاجتماع شو هي المعاني المستدامة من عنوان الكتاب في نظارك أنت في نظارك والكتاب يضم مفهومين بارزين اللي هم السعادة والإيجابية ولو نتكلم عن السعادة السعادة هي مسعى الأمم منذ قديم الزمن ولو نشوف الدراسات أو الشخصيات والباحثين اللي نتكلمون عن هذا المفهوم هم أريستو والفرابي والغزالي يعني من قديم الزمن تناولوا مفهوم السعادة والسعادة هي السعي إلى وصول أقصى درجات الإشباع من أمن وغذاء وراحة وصحة وعمل ومأوى وكل هذه المفاهيم تضم مفهوم السعادة والسعادة طبعا الإنسان دائما يسعى إلى تحقيق أقصاها صحيح نعم والسعادة لكن السعادة فيما في كتاب صاحب السمو الشيخ محمد براشي أين تكمل السعادة في التأملات؟ السعادة تكمل في رؤيته الحكومية للإدارة والعمل والتمييز المؤسسي والسعادة في نظره ليست هي الرفاهية كما يعتقد البعض أو كما درس الباحثون مفهومها فيما قبل وإنما السعادة هي تحقيق التمييز والإبداع وطرح وافز داخل العمل المؤسسي جميل نعم طيب الآن أرى صاحب السمو توجيه رسالة إلى جيل الشباب نعم من خلال صفحات هذا الكتاب ما هي الرسالة؟ الرسالة أول شيء بحكم أنه قائد مميز طبعا فهو يعرض تجربته المميزة في هذا الكتاب التي هي قصة نجاح من بداية توليه مناصب الحكم إلى غاية يومنا هذا فهي عبارة عن لو نقول الكتاب هذا يعرض قصة حياة قصة نجاح قصة إبداع وتكون بمثابة منهج حياة للقارئ والدارس وهي تبرز للشباب في هذا المحتوى صفات القائد المتميز الذي لا يعمل بمفرده وإنما يعمل حتى هو قائد ضمن العمل الجماعي ضمن مبدأ الشورى وفي نفس الوقت بعد النجاح وبعده يعمل على كيف أوصل فكرة على تأييد أو تكريس مبدأ المكافأة والتحفيز والتشجيع والتحفيز الدائم والتشجيع للمواصل والاستمرار والتحقيق الأهداف المنشوذة يضع منهج متكامل يعني نعم أكيد منهج متكامل طيب دكتورة إذا تكلمنا طبعا أنه فيه وايد مختصين يمكن قروا الكتاب وقالوا أنه فيه وايد أشياء وردت في الكتاب ما قرواها في كتب قبلها وخصوصا في رؤية الشيخ محمد بن راشد في هذا الكتاب شو في نظرة أنت أنت قرأت الكتاب يمكن قابلنا شو اللي شفتين نقاط المهمة اللي فعلا ما تشد وردت فيه كتاب قبل؟ هي النقاط هي لو نشوف هي ما في شيء جديد هو شيء يعني حياتي لكن هو نظرة صيغته وصيغته المميز فيها هو عندها نظرة ثاقبة للأشياء وهو ركز عليها في المحتوى هذا وأكدها اللي هي تكريس العمل الجماعي العمل داخل فيه ضمن فريق موحد العمل ضمن تحت مضلة قائد واحد ولو العمل حتى على مستوى المؤسسات الصغيرة من أجل تحقيق الأهداف العامة للمجتمع ككل والعمل ضمن مبدأ الشورى هذا المبدأ الذي لا ينفصل عن قيمنا وعاداتنا الإسلامية من قبل هذا المبدأ كان رسول عليه الصلاة والسلام يسير عليه يعني لو أنه رسول وأنه ثاقب الرؤية لكن يعتمد على المشورة وعلى مبدأ يعني الاعتماد على أفكار الآخرين والأفكار المبدعين وحتى أفكار الشباب التي لا يمكن أن نستغني عنها فهو أدمجة الصغير والكبير والشاب ضمن رؤيته الثاقبة رؤيته الحكومية التي يسعى من خلالها دائما إلى الرياضة والتمييز طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا كان عندما يسير يقول إنما أنا بشر يوحى إليه إنما إله يكون إله واحد يعني هو يوحى إليه بالعمل ومع ذلك كانت الشورة موجودة كان العمل مع الفريق موجود وكان يأخذ رأي الصغير والكبير وإذا كان الصغير هو مرتفع أو هو ما فعلا يمكن تنفيذه وهو اللائق كان يؤخذ به فطبعا الكتاب بحسب ما طلعنا عليه ويطرح يعني مختلف رؤية إدارية وتنموية مبنية على التفاؤل الإيجابية برايش هذا الكتاب ونوعية هذا الكتاب ممكن أن يتم تدريسه ووضعه كمنهاج دراسي في المدارس في مرحلة عمرية معينة نعم بالتأكيد يمكن أن يدرش في المناهج التربوية الدراسية والجامعية ومن الممكن حتى أن يكون مرجع أو يكون عبرة ويعني نموذج يحتدى به لدى باقي الدول لو نشوف الدول العربية لا تشرك الشباب لا في وزارات حقائب وزارية ولا ديبلوماسية مثل ما موجود عندنا نحن عندنا شباب وكفاءات يعني دائما الأوائل دائما تصدر الرياضة الرياضة في كثير من الأشياء أصغر وزير أصغر أصغر سفير أصغر باحث أصغر مكتشف يعني هالأشياء جدا إيجابية فهو نموذج حياة وأسلوب ومنهج دراسي وحتى تجربة مجتمع كامل طبعا أنت ترجح إلى مجتمعات ثانية يمكن طريقتي الشباب ودائما اهتمام الشيوخنا الله يحفظهم بالشباب وطاقة الشباب والمستقبل والطموح وإلى أين سيصلون دائما في أهمية لهذه الشريحة في نظرت أنت كباحثة في علم الاجتماع لماذا دائما للتركيز على فئة الشباب؟ نحن نشوفها بوجهتنا درجة الحين لأن الشباب هم القوة الإبداعية هم الطاقة البشرية الموجودة داخل المجتمع يجب أن نستغل لها أقصى استغلال عندهم طاقات جدا كبيرة تصوصي أننا صار في ثقة يعني لأنه صار في إثبات على أرض الواقع أننا فعلا نحن شبابنا قادرين أن يوصلوا لكل المصادر قادرين بس مني والدرب يعطون الفرص الفرص موجودة التشجيع موجود الحوافز موجودة الأفكار موجودة وخليهم هم يبدعون والمنهج والعلم موجود نعم كل شيء موجود الإمكانيات المادية موجودة البنية التحتية متوفرة أنت وفر لهم حين الدعم النفسي وأدمجهم داخل المجتمع وشوف شو يعطوك هم اللي يبنون المجتمع صريح أثر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الدكتورة مريم الفلاسي الله أثر طويل العمر الشيخ محمد بن راشد أثر طبعا في تيدي شخصي دكتورة مريم والله أنا اليوم يعني كأثر إيجابي فيني اليوم اليوم سألتني يعني وحدة من المتواصلات ميلا على موقع مواقع التواصل الاجتماعي قالت لي لدكتورة يعني شو أنا أنا حابة أجي أتغرب عندكم في دولتكم فقلت لها حياك الله قلت لي كيف الغربة عندكم قلت لي هل تقارنين غربة الإمارات بغربة أوروبا قلت لها ماشي غربة هادي مجتمع ها بلادتش وهذا دولتش وهذا يعني ما فيه فرق في العادات وفي التقاليد وفي الدين كلها واحد وأنا يعني إذا قلت غربة فأقول اشتعالي هني بلادتش هذا أول شيء وثاني شيء ها بلد فيه قانون فيه حقوق ما فيه شي ضيع وفيه إبداع وفيه تنمية وفيه سعادة للوافد ولمواطن وكل من يقيم على هذه الأرض ما يحس نفسه غريب عنها بلاده أكيد ويعطيها وينتج فيها وله الولاء للحكام اللي فيه أكثر من حكام بلاده وها شيء فخر لنا وإن شاء الله بن بن سايد دراساتي بخذ وننضرش فيها الأشياء وإن شاء الله مشرع له يا سيد يقوله وهي فيها طاقة إيجابية ومتفائلة وفيها سعادة يعني هذا هاي أحلى صورة يمكن توصلنا نحن يعني كبنات البلاد اليوم يا سيد نتكلم نحن فينا هذا الفخر وفينا هذه الفرحة وفينا هذه الإيجابية ونعرف أن كل من وضع قدم على دولة الإمارات فهو سعيد فالحمد لله نعم وثار الناس اللي من بره عندها فضول تأتي للبلاد هذه وتشوفها وتكتشف وتعيش رفاهيتها وتعيش سعادتها وتعيش أمنها واستقرارها والأمن والاستقرار الحمد لله الموجود في البلاد هذه هو أقصى قمة قمة السعادة فهو فضل من الله ونعمه وفضل للقائد الشيخ محمد اللي وفر لشيء هذا اللي نحن مرتاحين الله حفظ الشوخ ونحن نكرم ونزيد طبعا سيدي صاحب صاحب الشيخ محمد بن زايد البيت متوحد ما قصد فيه بس بيت إماراتي وإنما بيت أرض دولة الإمارات بيت العربي الخليجي الإسلامي نعم ربع شكرا لك الدكتورة على تواشفنا طبعا نشكر الدكتورة مريم أحمد الفلاسي وهي باحثة في علم الاجتماع كانت أضيفتنا في فقرة الملتقى وتحدثنا معها عن كتاب تأملات في السعادة والإيجابية